ما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي هذا القرطبي الثاني المتوفى 671 من الهجرة أيضاً أعزائي في ذيل الآية 40 من سورة التوبى أعزائي أيضاً ينقل نفس العبارة المنقولة لقناها عمّاً عن القرطبي الأول أيضاً ويحكم بالكفر ثم يأتي أعزائي نفس القرطبي هذا القرطبي الثاني في المجلد التاسع عشر أعزائي في صفحة 349 التفتوا ماذا يقول جيد التفتوا لي جيداً يقول فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجراً عظيمة التفت جيداً التفت إلى الأصل فمن نسبه يعني نسب هذا الصحابي أو واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريع إذا قال أحد لصحابي أنت كذاب كذاب فماذا ها خرج عن الشريع هذه بعد هواء الدائرة أوسع من ماذا من إنكار خلافة الخليفة الأول هواء أوسع صارت الآن لابد أن لا تتهم صحابياً بأنه كذاب لماذا يقول لأن هذا لازمه مبطل للقرآن طاعن على رسول الله صلى الله عليه وآله لأن القرآن مدح الصحابة وأن رسول الله أيضاً قال أصحابي كذا إلى آخر الروايات التي ينقلونها في هذا المجال